بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا ما زلنا مع أنوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيكرمنا بيها وبيوسع بيوسع بيها علينا حياتنا ونشوف من أنواره صلى الله عليه وسلم جميل بديع لطف الله وكرم الله لينا ونتحقق لما نبص في حديث رسول الله عليه وسلم نتحقق في أن رسول الله ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه وإحنا في الحلقة الماضية اللي احنا بنقرأ فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأنا حديث من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم مش بس من جوامع من أفضل هبات ربنا سبحانه وتعالى عامل زي كده حديث كلمتان خفيفتان على اللسان سقيلتان في الميزان حديث كده هدية كرامة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الله ابن قيس قلت لبيك يا رسول الله قال ألا أدلك على كلمة كنز من كنوز الجنة قلت بلى يا رسول الله فإذاك أبي وأمي قال لا حول ولا قوة إلا بالله والحديث في المرة الماضية قلنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كلمنا على أن كنز من كنوز الجنة كان بيعلمنا أن ده هو الدرجة في الثواب العالي وكأن لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز العرش وكنز من كنوز الجنة لأنه عطاء لا نهاية له عطاء عظيم لأن الإنسان في لا حول ولا قوة إلا بالله ليس أمامه إلا فضل مولاه وبيعيش بمعاني قوله تعالى أليس الله بكاف عبده وإحنا عشان نقدر نعيش معاني هذا الحديث بناخد هذا الحديث ونعيش به في الدنيا عشان نطبق قوله تعالى ماذا قل إن صلاتي ونسك ومحيا ومماتي لله رب العالمين وعشان كده هنحاول نطبق هذا الحديث بجماله وجلاله وكمان كماله مع أحبابنا فيه تنين من أحبابي ومن تنمزتي إلا أنا بعتز بيهم دايما الدكتورة سلمة عمران وكمان الأستاذ أحمد عزة سلام عليكم إزايك يا دكتورة سلمة سلام عليكم إزاي حضرتك يا سيد وإزاي حضرتك يا سيد أحمد عاملين إيه الحمد لله دكتور عمر إزاي حضرتك أنا أبتدي مع الدكتورة سلمة دكتورة سلمة الحديث ده لما أنت حضرتك طبيبة إيش بيصنع هذا الحديث في حياتك وإزاي بتعملوله وإزاي ممكن تقدري بمدخل مليء بالعمران ومليء بالإقبال على الله ممكن تطبقي هذا الحديث في المجال تخصصك أولا يا سيدي إحنا بنشوفه كل يوم مع المرضى سبحان الله بنتقبلهم لوضعهم واستماحا لما يعني في حياتهم ولما بيتقلهم لهم أنتم عندكم مرض معين بنشوف فيهم حسن التوكل على الله ولا حول الأقوة إلا بالله سبحان الله شاكرا معظم كلامهم هي على الله يعني مطلوب مني إيه بساطة بالضفط كده فدين من الأول ما بنروح الصبح لحد ما بنخلص صغلنا فيه صور كثيرة من الحاول على الأقوة إلا بالله أوله من تقبله المرض وأنه هو مثلم أمره والتسليم حسن التسليم في كل وضع من استخدام الأسباب من العلاج في الشفة ده وتحصر شفة تاني فمت كل حاجة يعني بيتحول المريض من المريض المخدوم من المريض المعان إلى مسألة المريض المعلم دي حقيقة وخصوصا في الطبقة اللي احنا بنتعامل فيها في القصر العيني فيها بساطة ممكن مش بالعلم اللي احنا يعني بنتعامل به مع اللي حوالينا بس عندهم علم رباني ما حدش بيشوفه تاني يعني في المتعلمين الكبار يعني زي يعني زي اللهم إيمانا كإيماني عجائز الأسر العيني بقى مش عجائز نيسابوه بالظفت كده بالظفت كده فيتحول كده بقى الشخص المريض المعلم تعالوا نقول كده أني لا حول ولا قوة إلا بالله تنقل الإنسان من متلقي للمدد إلى أن يكون معلما لنفسي ولغير اسمحينا دكتورة أروح كمان لأستاذ أحمد عزة أستاذ أحمد عزة أنت بتعمل في مجال التحليل وعندك بعض الأعمال اللي ممكن تشوف فيها تطبيقات لا حول ولا قوة إلا بالله قل لي إيه إيه المظاهر اللي أنت ممكن تشوفها كتطبيقات ممكن تنشط لدى الناس العيش بلا حول ولا قوة إلا بالله صح يا دكتور عمر أنا أقول لحضرتك حاجتين يعني في مجال إدارة الأعمال أعتقد أن ما فيش أي حد في الزمن اللي احنا فيه دلوقتي يعني حيقدر أنه هو يستمر بدون لا حول ولا قوة إلا بالله لأنه الأحوال بتتغير كل يوم النهارة قانون دي بعدين لا الكورونا غيرت الطريقة اللي بنشتغل بيها بعدين فيه حرب خلت كذا فاللي بيدير في الشغل أو عنده أي مؤسسة أو عنده أي شركة النهاردة يعني مهم جدا بالنسبة لي في كل يوم أن أنا أكون فاهم لا حول ولا قوة إلا بالله يعني الحال بيتغير ففيه وجهين للقصة دي الأولى في القبول أنه حصل موقف أو حصل تغير أنا كنت في الأول متعاود جدا أنها دي أول لحظة بيطلق لا حول ولا قوة إلا بالله اللي هي في الأول حاجة عندما يحدث أوائل أوائل التغير أوائل التغير مش هلزين نقول أوائل الصدمة ولكن أوائل الشدة أوائل الشدة صح أو فعلا هو تغير الحال لأنه يعني الثانية اللي بعديها لما بعيد الكلمة تاني بس حتى بتون صوت مختلف طب ما هو لا حول ولا ولا قوة إلا بالله برضو فللحال اللي جاي فده بيدي للواحد عزيمة وبيبدي للواحد إحساس أنه زي الحال اللي فات ده هو زي ما احنا بنقول بالبلد ما مش حاجة بتفضل على حالها والحال عنده ربنا وحيتغير فبيدي لك عزيمة للاستمرارية أن أنت تجرب بشكل مختلف وتستمر بشكل مختلف ففعلا بتلاقي الحال تغير وبيظل بالشكل ده يعني حضيرك بتقول لنا أن لا حول ولا قوة إلا بالله بتفتح العين لرؤية شيء مهم جدا جدا فكما تفنى المصر هكذا تفنى الهموم زي ما المصرات بتفنى كذلك الهموم بتفنى حقيقة حقيقة وكمان مع طريق العمل يعني أنا بحث جدا مع طريق العمل اللي إحنا لما بنشتغل ممكن أنهم تشغلين على فروشكت أو على مشروع لمدة سنة أو لمدة سنة ونص وفي الآخر ما وصلناش للهدف اللي إحنا كنا منتظرينه أو متوفقينه فكمدير أو كأي مدير موجود في الشركة لما بيجي يتكلم مع الناس لو لما كن فاهمين ده بنفهم أنه في شيء تاني إحنا تعلمناه وما ينفعش نحمل الأشخاص اللي موجودة معانا أنا ما ينفعش أقس يا إحنا كده فشلنا يبقى الشخص ده الجازة والشخص ده كذا والشخص ده كذا لا بالعكس إحنا دورنا كمديرين إن إحنا نفهم الحقيقة مع الناس في الشغل إنه لحاولها لقوة إلا بالله فإحنا استفدنا من تجربة السنة ونص دي اتعلمنا حاجات جربنا منها وضعنا أفضل النهاردة في التجربة اللي جاية لأنه بقى فيه حاجة اسمها خبرة الضافت فده اللي إحنا المفروض نكون بنعمله مع الناس بدل ما نكون بنحس إنه يا لا حاول ولا قوة إلا بالله إلا حصل مين بقى اللي هيحسب على المشاريع حلو حلو ده أنا أقول لحباك حاجة إلا أنا إلا أنا شايف إن حباك بتضيفه إن لا حاول ولا قوة إلا بالله بتجعل عندنا رشادة في حاجة اسمها الحفاظ على العاملين لأن إحنا عندنا في الأهداف بطاقة الأهداف الربعية في الإدارة بتقول إن إحنا عندنا الهدف الأولاني هو الربحية والهدف الثاني الحفاظ على العاملين والهدف الثالث رضا العميل وفي الأخذ خالص جودة العمليات أنت بقى رايح بتقول أن لا حول ولا قوة إلا بالله بتغير طريق التعاون مع العاملين مع الفريق بتاعي ما بتخلينيش أجيب اللوم على الفريق ما لا حد تعبير حدك في حد لازم يحسب على المشاريع فأنا في الغالب أروح رايح أعمل إيه أتعامل مع فريق العمل وده هو اللي بيحصل في الثقافة وفي الحضارة الكمية المادية اللي عندنا أن في حد لازم في الآخر يحسب على المشاريع وفي الغالب بيكونوا العاملين اللي بنقصهم وبنغيرهم وبنخليهم وبنرفضهم عشان كل ما تيجي أزمة يبقى مين اللي يتحسب العامل اللي هو في الحقيقة بدل معي قصارة جهده أرجع إلى نصيحة أخيرة من الدكتورة سلمة ونصيحة أخيرة منك يا أستاذ أحمد أستاذ سلمة إيه النصيحة اللي أنت ممكن تقوليها اللي استفدتيها من مجال عملك وممكن نشاركها مع الناس في كيفية تفعيل لا حول ولا قوة إلا بالله هو أصلا عملنا كله يا سيدي هو خدمة فبدء الخدمة بلا حول ولا قوة إلا بالله ونهاية الخدمة بلا حول ولا قوة إلا بالله إيه كلام الجامد الحلو ده قوي ده يعني حضرتك بتقولي أن الخدمة بدايتها لا حول ولا قوة إلا بالله وختمها لا حول ولا قوة إلا بالله محتاجين توضيح بسيط كده يعني إحنا دلوقتي بنكون دخلين على المريض بخطة علاجة معينة صح فاللي إحنا نحطها دي فتحه من عند ربنا الموضوع بيبقى زي بازل اللي هو يتحل جزء منه فالتوضح فدي لا حول علاقات إلا بالله بس خلي بالحضة يا جيدة تور إحنا عايزين نقول للناس عشان بس محدش يفتكرنا إن إحنا هنأثر في الأخذ بالأسباب لا إحنا هنقول ده مع تمام الأخذ بالأسباب دي حقيقة يا سيدي والأخذ بالأسباب كخطة تتحط هي سهلة بس اللي هتتطبق وإن المريض يستفيد منها دي حاجة تانية خلص يعني ما فيش علاقة ما بين الأسباب والنتيجة وفي الآخر بقى وفي الختام لا حول علاقات إلا بالله إزاي في نتيجة ده في المريض ممكن النتيجة مش لازم من شفاء علاجي أو شفاء طبي ممكن يبقى جبر خاطر تقبل هو العيان بيتحول ممكن من مريض نسبة شفاءه مثلا مش كتيرة لكن هو بيتحول بني آدم تاني شايف حقيقة شايف إنه إن ده فضل ورحمة من ربنا فده بردو بردو لا حول ولا قوة إلا بالله تقبل الوضع فيه أولا 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 الكلام دوت عشان نتعلم إن لا حول ولا قوة إلا بالله بتشمل جميع مجالات الحياة مش بس مجال تحقيق النتيجة لكن ممكن كمان النتيجة ممكن تتغير عندي وبدل ما نكونت عايز الشفاء ممكن يحصل لي شفاء للقلب وده شيء مهم جدا جدا أستاذ أحمد عزة أنت أقول لي آخر النصيحة اللي تقولها للناس من خلال خبرتك من العيش بلا حول ولا قوة إلا بالله إنه إنه الاستمرارية يعني الاستمرارية ومحاولة رؤية الشيء إلا هو لا حول ولا قوة إلا بالله يعني الحال ده من عند ربنا يبقى اليقين إنه هو فيه شيء جميل وفيه شيء من ربنا فالاستمرارية وعزة الاستسلام بتساعد الواحد إنه هو ياخد وقته عشان يغير منظور رؤيته لها لحد لما تبين هي إيه الحاجة المخفية بواحده أنا مش عارف أشكر حضراتكم إزاي وأنا ممتن لحضراتكم بهذا الكلام اللي فيه تطبيقات رائعة وجميلة على العيش بلا حول ولا قوة إلا بالله شكراً قوي دكتورة سلمة عمران وأنا شكراً لحضرتك هذا اللطف وهذا الجمال اللي حضرتك تفضلت به شكراً أن أستاذ أحمد عزة على هذه الحكمة وعلى هذه البركة اللي أنتم بتعيشوا فيها بلا حول ولا قوة إلا بالله يا سادة لا حول ولا قوة إلا بالله أي وقت تدخل حياة إنسان عتفتح عليه جنة مولاه لا حول ولا قوة إلا بالله تفتح على العبد جنة مولاه وتخليه عايش في حياة تانية حياة بقرب سيده بيشوف الحاجات بشيء تاني خالص يعني إزاي هيقدر يتوازن طبيب إلا بالله حول ولا قوة إلا بالله وهو شايف إنه عمل كل جهده بس العملية ما نكحتش بس هو حصل له خبرة عجيبة إنه هو عرف إن الله سبحانه وتعالى فتح له باب تاني من المعرفة آه صحيح أنا ما نجحتش في النتيجة اللي أنا كنت حاضطة على العملية دي بس أنا فهمت آلية أخرى في العلاج مهمة جدا 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 فلا حول ولا قوة إلا بالله أنا رايح هنا فربنا يفتح لي هنا إيه اللي حاصل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله أنا رايح أدير عمل وصحيح حصلت لنا أزمة مالية لكن كسبنا مزيد انتماء من فريق العمل للعمل وقالولي إحنا نفضل معاك حتى لو مرنا بالأزمة لا حول ولا قوة إلا بالله تمو ده بيساوي إيه؟ بيساوي فلوس بيساوي خير بيساوي بركة بس حصل بلا حول ولا قوة إلا بالله ما كانش في بيننا في زيننا إنه إحنا ده يحصل بلا حول ولا قوة إلا بالله تطبيقات لا حول ولا قوة إلا بالله كتير تعالوا نشوف شوية تطبيقات كده لا حول ولا قوة إلا بالله تطبيق في حياتنا كده نحس بيه لما نعيش بلا حول ولا قوة إلا بالله زي معرفنا إن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن لا حول ولا قوة إلا بالله بتفتح علينا كنوز البركات وإن هي مدخرة عند الله سبحانه وتعالى تعالوا نشوف بقى جملة من التطبيقات اللي تسعد قلوبنا وإحنا بنشوفها تطبيق تاني بعض التطبيقين اللي قالهم السادة الدكتورة سلمة والدكتورة أحمد ايه تاني في حياتنا ممكن نشوفه في لا حول ولا قوة إلا بالله ان احنا نشوف ان لا حول ولا قوة إلا بالله بتقول لنا انتوا على فكرة لازم تستمروا في الأمل ولازم تستمروا في العمل انتوا تقتكم ما خلصتش لان لا حول ولا قوة إلا بالله حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا عبد الله بن مسعود عشان نفهمه مسألة مهمة جدا 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 في حديث أخرجه بن نجار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبرك بتفسير لا حول ولا قوة إلا بالله قال نعم يا سلام قال لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله وهكذا مدد وبركة فحضرت النبي قال له إيه أخبرني بذلك جبريل يا ابن أم عبد قال له أن سيدنا جبريل هو اللي أخبره بده يبقى سيدنا جبريل علم حضرة النبي أن لا حول ولا قوة إلا بالله باب للمدد آه يبقى دازم نفهم كده لا حول ولا قوة إلا بالله باب للمدد يبقى ما حدش هيتلك يقوله أنا والله ما بقيتش قادر على الطاعة أنا حوالي فتن كتير لا 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 حول ولا قوة إلا بالله ولذلك إجراء واضح لما تحس بأنك محاط قول لا حول ولا قوة إلا بالله مئة مرة لما تحس أن أنت محاط بالفتن ولا حول ولا قوة إلا بالله مئة مرة ويعمل إيه وقوم اعمل أول عمل صالح سهل وقريبا لقلبك في اللحظة دي هتحس بأن ربنا فتح عليك وبرضه ممكن نستخدم لا حول ولا قوة إلا بالله كنوع من أنواع شوك لله على نعمه وأفضله لأن لا حول ولا قوة إلا بالله بتنسب الفضل كله لله سبحانه وتعالى وفي الحديث من أنعم الله عليه نعمة فأراد بقاءها يعني تفضل موجودة وتكتر فليكسر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله يا سيدي ولئن شكرتم لا أزيد أنكم والنعمة تفضل وتزيد وفي قصة مهمة بتوضح لنا كمان تطبيق عملي واضح جدا في استعمال لا حول ولا قوة إلا بالله هي قصة عوف بن مالك اللي أشجعي أسروا المشركين وعملوا إيه وكان لي ابن اسمه مالك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أسر العدو فقال يا رسول الله أسر عدو وابني وشكى إليه أيضا الفاقة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبر وأكثر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله ففعل الرجل ذلك وهو قعد في بيته لا ابن جاي وقد إيه وقد غفل عنه العدو إيه ده يعني لا حول ولا قوة إلا بالله أنزلت غشاوة على العدو فأغشينهم فهم لا يبصرون فأصاب إبلا وجاء بها إلى أبيه وفي رواية فغافل عنه العدو فاستقى غنمهم فجاء إلى أبيه وهي أربعة آلاف شاه إلا حصل شيء من باب ومن يتق الله يجعل له مخرجه وارزقه من حيث لا يحتسل أحد أهم استخدامات لا حول ولا قوة إلا بالله إنها تخرج الإنسان من الهم لنبير بهمومه على مولاه سبحانه وتعالى فتتخلص به من الهم فتتخلص بلا حول ولا قوة إلا بالله من وهم أن هناك من يتحكم في حياته ويبقى الأمر كله لله يبقى من علامات صدق الحب أن يخلصك من الوهم فتتخلص به من الهم تتخلص من الإحباط وسعتها هيكون معنى أن لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة أنها تفتح عليك جنة راحة البال وجنة المدد وجنة البقاء في ستر الله وحفظه خلينا دايما نعيش بلا حول ولا قوة إلا بالله مش بس نعيش بلا حول ولا قوة إلا بالله ذكرا لكن نعيش بلا حول ولا قوة إلا بالله حياة خليكم جددوا آمالكم وجددوا حسن ظنكم بالله بأن تعيشوا بلا حول ولا قوة إلا بالله ولا تعجز ولا تيأس ولكن قم إلى العمل مع آخر قولك لا حول ولا قوة إلا بالله متيقنا من أن الله نظر إلي ستجد أن الله سبحانه وتعالى سيفتح لك الطرق ويعبد لك كل عسير لأنك تسير بلا حول ولا قوة إلا بالكبير سبحانه وتعالى يا رب جعلنا دايما متأقنين بمددك ونسير في الحياة بلا حول ولا قوة إلا بالله يا كريم يا ودود يا رب العالمين